موسيقى هذا الأسبوع في كوادريغا قمة مجموعة السبع ما تأثير غياب روسيا يوم الأحد المقبل ستنطلق في ظل حراسة مشددة قمة مجموعة الدول السبع في قصر ألماء والبافاري حيث سترحب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بقادة أكبر دول صناعية في العالم ولكن هل تمثل مجموعة السبع بالفعل الدول الأقوى اقتصاديا؟ بعض الخبراء يرى أنه مع بروز الدول الصاعدة بدأت المجموعة تفقد أهميتها كما أن إقصاء روسيا منها يزيد من ضعفها ما يجعل التلاحم بين دول مجموعة السبع يحظى بأهمية أكثر من أي وقت مضى من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من كوادريغا أحمد عبيدة البعض يراهن على قمة مجموعة السبع لتقريب وجهات نظر زعماء أقوى دول صناعية في العالم بشأن الأزمات المالية والسياسية التي تعصف بالعالم والبعض الآخر يقول أن المجموعة تصدعت بعد خروج روسيا منها أو بعد إقصائها وفي ضل لتنامي اقتصادات أخرى من خارج المجموعة أهلا بكم مشاهدنا الكرام أرحب أيضا بضيوف هذه الحلقة وهما السادة أحمد بدوي الباحث والمحلل السياسي الطيب السعداوي الصحفي المتخصص في الشؤون المالية وأيضا أرحب بسلام سعيدة الخبيرة في شؤون السياسية والاقتصادية أبدأ معك دكتور أحمد وأسأل هل القمة مفيدة لتقريب وجهات النظر بين زعماء أقوى دول في العالم بشأن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالعالم أم أنها مجرد لقاء لتباحث المصالح الخاصة بدول المجموعة الأتنين صح هي مفيدة والفرضية الأساسية اللي ابتدت بها قمة مجموعة السبعة من السبعينات أن توفر لزعماء العالم مكان هادي بعيد عن الرسميات يدروا أن هما يتبحثوا فيه بهدوء ويوصلوا لقرارات غير رسمية وده شيء مهم أن نحن نأكد عليه مجموعة السبعة كيان مش رسمي ده آلية للتنصيق آلية غير رسمية للتنصيق ما بين دول بيفترضوا أن هما عندهم نفس القيم ونفس الأهداف ونفس المصالح مفيدة أو غير مفيدة كآلية للتنصيق هي مفيدة مجموعة السبعة ككل طبعاً ما عندهاش نفس القدر من القوة اللي كان موجود عندها من 10 سنين أو من 15 سنة لكن كآلية للتنصيق ما بين قادة دول كبيرة المجموعة ككل اقتصادياتها بتمثل حوالي 33 أو 34% من الناتج الإجمالي للعالم فده طبعاً شيء لا يستهن به طبعاً الغرب مهما ننتقده الغرب يتعلم شيء مهم جداً أهمية الحوار وعدم اللجوء للنزاعات لحل المشاكل طيب لكن مع روسيا كان الوضع مختلفاً تحدث أن دول المجموعة تتفق في القيم وفي المصالح هل تعتقد بأن إقصاء روسيا من المجموعة هو لتضارب المصالح والمواقف؟ في ألمانيا طبعاً من 3-4 أيام جدل كبير حول موضوع روسيا المستشار السابق هلموت شميت والمستشار السابق جهة شهودة الاثنين انتقدوا بشدة عدم موجود روسيا في الاجتماع القادم أعتقد أن إقصاء روسيا شيء راجع للصراع الجيو بوليتيكي التقليدي اللي ما بين روسيا والغرب وأعتقد أن موضوع إقصاء روسيا بسبب ضم شبه جزيرة القرم بيأكد التهديد الكبير للنظام العالمي اللي تولد بعد الحرب العالمية الثانية وخلخلت نظرية السلم الأوروبي أن أول مرة من بعد الحرب العالمية الثانية أن يحصل استيلاء بالقوة على أرض من دولة فأعتقد دي كانت رسالة قوية جدا وأعتقد أن مجموعة السابعة خسرت من عدم موجود روسيا بس ما كنت شايف أن في أي بديل أن هما يستمروا في التعامل مع روسيا بعد التهديد اللي هما شايفين أن روسيا بتمثله للنظام العالمي اللي ما بعد الحرب العالمية الثانية على اعتبار أن مجموعة السابعة ودول مجموعة السابعة تملك مقدرات اقتصادية هائلة رجعت إلى أو لجأت إلى مسألة الإبعاد الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية لردع روسيا بعد موقفها المتعلق بالقرم وبشرق أوكرانيا عموما هل تعتقدين بأن المجموعة تضررت بل ضعفت بعد اتخاذها لهذه الإجراءات ضد موسكو؟ في الحقيقة حسب الأهداف الأولية أو الأساسية لهذه القمة أعتقد أن استفادوا كان نوع من العقاب لروسيا أو نوع بإطار أيضا العقوبات على روسيا بعادة يعني هي مسألة أعتقد أن هي مسألة رمزية أكثر ما هي فعلا حقيقية وفي أساس لنعود إلى السبعينات عندما تأسست هذه القمة تأسست بناء على أساس آخر يعني هي كانت دول صناعية لأنهم ليست الدول الصناعية الوحيدة ليست الدول الأقوى في العالم فقط يعني هناك الآن أقطاب تطورت مثل الصين مثل الدول النامية الأخرى مثل روسيا يعني لا يمكن أن يدعون بأنهم أقوى القوى الكبيرة في العالم فقط فهناك دول أخرى أصبحت تتمتع بقوى اقتصادية كبيرة يجب أن يأخذوها بالاعتبار وكانت روسيا في 98 أحد القوى التي بدأوا بأخذها بعين اعتبار ليقوم بانضم دول جديدة موضوع روسيا حسب سؤالك أنا أعتقد أن سؤالك كان جيد جدا إذا حكيت حضرتك أنه لهم قيم مشتركة وما إلى ذلك لا أعتقد أن روسيا تشترك معهم في كثير من القيم مثلا موضوع الديمقراطية وموضوع التعامل مع الاقتصاد وما إلى ذلك هناك اختلاف كبير فهي مسألة سياسية يعني هي عبارة عن عرض قوى نحن الأقوى الدول ونريد أن ننسق فيما بيننا مصالحنا ونتقاسم على فكرة المصالح السياسية والاقتصادية في العالم ذكرت بأن هناك قوى اقتصادية نشأت خلال العقدين الأخيرين وبرزت للوجود منها الصين منها الهند منها البرازيل منها روسيا أيضا هل تعتقدين بأن الرياضة الاقتصادية للمجموعة ستبقى في ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم أعتقد أنه طبعا ستبقى قوى اقتصادية مهمة في العالم ولكن عندما نقارن مثلا القوى الصينية وجنوب شرق آسيا وقوى روسيا أيضا كاقتصادية قوى مهمة فلا يمكن أن استبعادهم في حال فعلا كانت المجموعة تأخذ بعين اعتبار القوى الاقتصادية هم سيبقوا كقوى اقتصادية لا يمكن أيضا تجاهل قوتهم الاقتصادية ولكن هنا قوى اقتصادية أخرى يجب أن تأخذ بعين اعتبار أيضا في لاتن أمريكا مثلا مثل برازيل وغيرها نعم سنبقى في هذا الإطار معك الطيبي هل تعتقد بأن مجموعة السبع ستبقى رائدة على المستوى الاقتصادي وبالتالي ستكون رقما صعبا في المعادلات السياسية على المستوى العالمي بصفة عامة بكل تأكيد أنها رقم صعب في المعاملات لكن أظن أن الوجود أو هذا اللقاء الآن في ألمانيا حتى ما يتوقع منه ضعيف جدا يعني سقفه ولذا فأظن أن الدول السبع تحاول أن تعالج مشاكل جاءت بعد العولمة متغيرات جديدة بآليات قديمة من قبل عقود خاصة كما ذكرتم تعاملها مع روسيا مثلا ومشاكل أخرى مشاكل الاقتصادية المشاكل المالية التقسل سلاح العقوبات سلاح العقوبات لأن هذا كان في السبعينيات في الحرب الباردة وفي الثمانينيات أما الآن فعلى دول السبع أن تتعامل مع الشركاء أو يعني لحل المشاكل العالقة نحن الآن نرى أن الدول السبع تحاول أن تجد حلول طرقيعية تضمن لها مصالحها الخاصة ومصالح الشركاء ولكن مثلا لا تبدي أي جد لإيجاد حلول ناجعة للاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي إذن فهو نظام عالمي تتحكم في هذه الدول بغض النظار على ما تدعو إليه دول أخرى ساعدة وكالصين وروسيا إلى غير ذلك إذن أنت تتفق طيب السادوي مع من يدعو لعدم إقصاء روسيا من المجموعة وبالتالي مع من يدعو لعدم فرض عقوبات اقتصادية على روسيا لأنها تأتي بآثار عكسية على المعاقب والمعاقب بكل تأكيد لأن العقوبات الاقتصادية ليست حل على المدى البعيد نرى الآن خاصة ليس فقط في أوروبا فإقصاء روسيا وفرض عقوبات عليها يعني حتى اقتصاديا وماليا هذا يزازع النمو العالمي ولكن له كذلك تدعيات على بؤر توطر أخرى مثلا في الشاق الأوسط مع إقصاء روسيا يعني الدور الروسي طبعا معروف في مسألة سوريا وإيران إلى كل هذه بؤر توطر وخاصة المتغيرات التي جاءت يعني أن كانت هناك دول لها دور كبير في التحكم في نقاط معينة مثلا في الشاق الأوسط بما تعلق بالنفط وأسعار النافط كالسعودية مثلا ومجموعات الأوبريك لم يعود هذا يعني وارد جدا إنما هناك متغيرات أخرى هذا ينطبق على جميع المشاكل العالقة الآن في العالم ومع هذا الرأي يتفق أيضا مستشاران ألمانيان سابقا هما هلموت شميت وغيرهارد شرودر المستشار الألماني الأسبق هلموت شميت الذي يظهر هنا أثناء لقاء بالكاتب الروسي دانيل جرانين في نهاية عام 2014 يرى أن استبعاد روسيا من قمة مجموعة السبع أمر غير مفيد موقف يؤيده أيضا المستشار الأسبق جرهارد شرودر المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ويعتبر عدم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة السبع في قصر الموخ خطأا ويقول أن روسيا لديها بديل لأوروبا على عكس الحال بالنسبة لأوروبا إذن دكتور أحمد كيف تنظر إلى موقف المستشارين خاصة المستشار جرهارد شرودر الذي كان صديقا حميما لبوتين والذي أبرم عقودا اقتصادية مع روسيا تاريخية واستراتيجية وأعتقد بالنسبة لموقف جاهد شرودر يمكن تنقصه بعد المصداقية نتيجة المصالح الاقتصادية الكبيرة اللي ما بينه بين روسيا لكن طبعا موقف المستشار هلمون شميت رجل الكل بيحترمه وكلمته لها وزن وأنا أعتقد أن يمكن دوت يكون موقف المستشارة ميركل نفسه أعتقد أن استبعاد روسيا مش في صالح ألمانيا لا اقتصاديا ولا سياسيا المستشارة ميركل من أكتر الزعماء الغربيين القريبين من روسيا وأنا أعتقد أن استبعاد روسيا نتيجة ضغط كبير من الولايات المتحدة وأعتقد أن المستشارين السابقين بيعبروا عن وجهة نظر ألمانية وفي قبول كبير في ألمانيا لفكرة أن عدم استبعاد روسيا كان خطأ بغض النظر عن علاقة جيرهارد شرودر بفلاديمير بوتين إلا أنه قال بأن روسيا قد تجد بدائل لأوروبا وللغرب عموما والعكس غير ممكن غير متاح ودي كلمة مهمة صعب أن احنا نتكلم عن مجموعة السابعة من غير ما نتكلم عن مجموعتين تانين مهمين قوي مجموعة العشرين من ناحية وقصدهم مجموعة ما يطلق ليه البريكس البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا دوت الإطار أو الجسم اللي بيكبر دلوقتي واللي فيه اقتصاديين بيتعقاع أنه بحلول عام 2050 اقتصاديات البريكس هتكون أقوى من اقتصاديات مجموعة السابعة روسيا شريك أساسي في البريكس مجموعة العشرين بالمقابل هي محاولة من مجموعة السابعة أن هي تشكل نفسها كنواة لمجموعة أكبر منها ومتنغمة معها اقتصاديا وللاحظتوا أن مجموعة العشرين روسيا حاليا مساهمتها فيها أعتقد أن هي معلقة أنا مش متأكد من الكلام دوت فطبعا في الحالة ديت ما فيش مفر أمام روسيا غير أن هي تبحث عن بدائل أخرى وأعتقد دوت في النهاية مش هيكون في مصلحة الغرب ولا في مجموعة ولا مصلحة المجموعة درسلام هل تعتقدين بأن روسيا قد تجد بسهولة بدائل عندما تتوجه صوب الهند صوب الصين رغم التباين في القيم كما ورد في بداية الحلقة صحيح أنا أوافق دكتور هون في رأيه بأنه فعلا روسيا يعني الاستبعاد والإبعاد والإقصاء يقود الدول إلى البحث عن بدائل طبعا يعني من مناحية اقتصادية ومصلحة اقتصادية بحثة يعني التحالف الروسي الإيراني إلى حد ما حتى لو الغير معلن حتى والتحالف الروسي مع الهند أو مع الدول النامية هو أحد يعني هو أحد الطرق للتعبير عن لنقل على الاعتراض أو عن ليس فقط عن عزيزي أو أيضا وهو يعني عبارة عن أداة للقول يمكن لي أن أحقق مصالحي بطريق آخر فأنا أوافقه الرأي تماما وهذا لا يصب في النهاية بمصلحة الدول هذه لأنه كما حضرتك حكيت موضوع العولم مثلا والاقتصاديات الآن ليست في اقتصاديات السبعينات وليست كاقتصاديات الثبانينات جميع اقتصاديات العالم مرتبطة ببعضها بطريقة لا يمكن معها العزل أو لا يمكن الإبعاد لأنه أي إبعاد أو أي نوع من العقوبات الاقتصادية ممكن أن يؤثر على الدول الأخرى فلذلك الخسارة على الجانب الآخر الذي يفرض العقوبات تكون أقل بطبيعة الحال هناك شركات تتضرر بطبيعة الحال بشكل مباشر لكن الدول وخزائن الدول لا تتضرر في المقابل روسيا تجد صعوبة في الحصول على التكنولوجيا الغربية وهي تعاني في مجالات كثيرة من الطيران إلى الفضاء إلى تكنولوجيا حتى استخراج البترولية في حاجة إلى التكنولوجيا الألمانية والأمريكية صحيح ولكن إذا روسيا فكرت في المستقبل البعيد وتريد أن تبني شراكات استراتيجية مع الهند أو مع الصين أو مع إيران فيما يتعلق بكثير من موضوع التكنولوجيا ممكن في المستقبل بعيد أن تستطيع أن تعود حتى ولو جزء من التكنولوجيا الغربية التي عليها حضر مبدئيا لا ننسى أن الصين والدول النامية الأخرى تحاول أن تقلد التكنولوجيا الغربية وتستطيع دائما أن تطور نفسها يعني لم يعد هناك الفرق مثل مثلا بالثمينينات بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة يعني كان بتكنولوجيا كان هناك المنظار ممكن القول أنه مفعلا ممكن الاستغناء التام ولكن أعود للقول أن كل هذه الأدوات ليست أدوات اقتصادية هي أدوات سياسية من الدرجة الأولى يعني الهدف منها سياسي وليس اقتصادي إذن طيب سعداوي سؤال في المجال المالي البحث هل يمكن اعتبار الصين وإيران والهند شركاء تجاريين يعني يعتمد عليهم ويمكن من خلالهم الاستغناء على الشركاء في الدول الغربية في الاتحاد الأوروبي والمتحدة الأمريكية طبعا يجب أن نفرق بين المدى المنظور والمدى البعيد حاليا صعب جدا أن نعول على دول بريكس وإيران لأن يعني ليست هناك سوق تابتة فلما مثلا شهدنا مؤخرا لما حاولت روسيا مقارعة الغرب بالشكل الذي رأينا يعني كانت وراء الاستدخلات عن طريق الأسعار مثلا أسعار النفط لأن معروف أن روسيا تعتمد على مداخل النفط وكذلك العقوبات الاقتصادية وبالتالي يعني كان ضغط قوي على روسيا في هذا المجال نفس شيء يكاد ينطبق على دول البريكس الأخرى الصين مثلا تحاول أن لا تشاكس الدول الغربية في هذا الأمر سواء تعلق الأمر بالعملات يعني الدولار وليوان وكذلك تعامل التجارية سياسات الحماية لأن طرفي على المدى البعيد أن هذه الدول التي ستكون أقوى اقتصاديا ولكن عليها أن تنظم نفسها بطريقة تدريجية حتى يعني تكسب أسواق ممكن أن تعوض أدوار التي تلعبها الأسواق المالية كمثلا لندن وولستريت في نيويورك وكذلك فرانكفورت إذن على المدى القصير صعب على روسيا إيجاد بدائل نفس الشيء بالنسبة لمنطقة اليورو والدول الغربية ولكن على المدى البعيد ممكن أن يتم بناء استراتيجيات مع دول بريكس وإيران طيب ما الذي تغير في واقع العلاقات بين الغرب وروسيا حتى أبعدت من مجموعة السابع وفرضت عليها عقوبات يعني في حين قبل بضع سنوات كان بوتين حاضرا في جميع القمم في جميع المنتديات كان شريكا يعتمد عليه وما إلى ذلك هل هو تضارب المصالح في الملف الأوكراني أم أن السعي روسيا لكي تستعيد مكانة الاتحاد السوفيتي كقطب ثاني هو الذي جعل العلاقات تقف عند مفترق الطرق أظن أن روسيا لم تحسن الحسابات فيما يتعلق بالموضوع الأوكراني كذلك كما رأينا قبل يعني قد تغير الواضع هناك كانت يعني أساسة وصناع القرار كانت لهم كريزمة قوية هلموتشميت مثلا أو حتى جهات شرود رغم ما يقال عنها عن موضوع وغازبروم وروسيا فهؤلاء السياسة الألمان كان يعني اتخذوا قرارات جريئة وشجاعة وقلب الموازين خاصة ما يتعلق بحرب على العراق قبل السنوات مع جورج بوش الآن الآن يعني في دول السبع هناك سياسة أحادية تقودها الولايات المتحدة بصورة باهتة لبرك أوباما ولذا نرى النتائج الآن بالتالي يعني تباعد المصالح خاصة بين بوتين وأوباما جعل هذا الفرق وبالتالي يعني الصراع حول مسألة أوكرانيا وكذلك المصالح الاقتصادية الأخرى والشرق الأوسط إذن سنتابع تقريرا نستعرض فيه واقع العلاقات الغربية مع روسيا عندما كان بوتين حاضرا في قمم مجموعة الكبار كانت تلك أوقات جميلة أثناء قمة مجموعة الثماني في عام 2007 عندما كان الرئيس الروسي بلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل يجلسان معا على شاطئ البحر ويناقشان في استرخاء كيفية إنقاذ العالم على الأقل توصلت ميركل مع بوتين وجورج دابليو بوش إلى اتفاق صغير حول الحد من تغيرات المناخ كما أحرز تقدم بشأن منظومة الدرع الصاروخي الأمريكي المثيرة للجدل لقد شاركت روسيا في 16 قم لمجموعة الثماني جنبا إلى جنب مع الدول ذات الاقتصادات الأقوى في العالم المشاركة الأولى كانت في عام 1998 في بيرمينهام البريطانية حيث تم الاستعانة بروسيا لحل الأزمة الاقتصادية في آسيا ولمكافحة الجريمة المنظمة الدولية قمة عام 2013 في إنسكلين في إيرلندا الشمالية كانت الأخيرة التي يدعى إليها رئيس الروسي فروسيا لم تعد مجرد ضيف بل قوة اقتصادية تملك موارد هامة ولديها أجندة خاصة ومع ذلك سعت القمة إلى إيجاد حل للأزمة السورية وفي نهاية المطاف وكما هو معتاد تم التوصل إلى اتفاق متواضع يعكس المصالح الإقليمية المتباينة إذن هي مصالح إقليمية متباينة بين أعضاء المجموعة أنفسهم ما الذي تغير الآن وما هو على مستوى البرنامج برنامج القمة التي ستنعقد نهاية الأسبوع يعني برنامج كما تم الإعلان عن البرنامج في هذه المرة في هذه السنة يعني هناك قضايا عالمية مثل مثلا مكافحة الفقر وأيضا التغير الإقليمي تغير البيئي وما إلى ذلك وطبعا محاربة الإرهاب وهذه المواضيع إذا تابعنا أو راجعنا المواضيع القمم السابقة نجد أنها متكررة يعني هذه ليست المرة الأولى التي تكون على الأجندة للقمة السبعة مكافحة الفقر وإذا عدنا بالقرارات وما تأثيراتها على المواضيع التي اختارها لا نجد أن الفقر مثلا تراجع من 2001 إلى الآن ولا نجد أن تغير البيئي تم الكثير يعني العمل الكثير فيما يتعلق التغير البيئي حتى الآن فهناك إشارة استفهام كبيرة حول ما هي فعلا فعالية قرارات التي تتم اتخاذها على مستوى المجموعة السبع في مثل هذه اللقاءات هذا النقطة الأولى النقطة الثانية موضوع أنا أعتقد أن هناك برنامج معلن ومرنامج غير معلن أعتقد أن هناك أيضا خلف الأبواب نقاشات حول أمور لا يريدون الإعلان عنها ولكن يحتاجون إلى تنسيق مواقفهم فيما يتعلق بهذه المواضيع قد يكون صراع مع روسيا أو على بعض المصالح الاقتصادية في الشرق الأوسط وما إلى ذلك يعني هذا النقطة مهمة جدا فيما يتعلق أيضا بالإرهاب وموضوع السوري وموضوع الآن الراديكالية التي ازدادت في المنطقة مثل دولة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط يعني كل هذه تهديدات إقليمية وعالمية خطيرة يعني يريدون أيضا الحديث عنها ولكن كما أقول لا يظهرون فعلا المواضيع التي يريدون التحدث عنها في البرامج طيب ما الجدوى إذن من تنظيم قمم لمجموعة السبع إذا كانت نتائجها لا تؤثر على الأزمات في مناطق مختلفة من العالم هي آلية للتنسيق وتقريب وجهات النظر مش أكتر وما ننساش أن مع اجتماع القمة فيه اجتماعات دورية ما بين وزراء المالية في دول مجموعة السبعة ما بين وزراء الصحة هي تعمل اجتماع مهم لوزراء الصحة في مجموعة دول السبعة فهي آلية للتنسيق والتشاور وتقريب وجهات النظر عشان لما ييجي لما يكون فيه مثلا هيكون في آخر العام محاولة لإنهاء اتفاقية للحد من الأضرار على المناخ التنسيق اللي بيتم داخل مجموعة السبعة بيكون مفيد جدا يعني مثلا شفنا في اجتماع الماضي سنة 2007 المستشارة أنجيلا ميركل عملت جهد كبير جدا مع جورج بوش عشان تحاول ان هي تغير وجهة نظره وتقلل من اعتراضاته على محاولة التحكم في المناخ فما نحاولش نحمل اجتماع قمة مجموعة السبعة يعني أكتر من طاقته هو آلية للتنسيق للتشاور لتقريب وجهات النظر عشان لما يكون فيه أمور يجب اتخاذ قرارات بشأنها في الأطر الرسمية العالمية بيكون ساعتها فيه قدرة أفضل لدول الأعضاء في مجموعة السبعة أن هما يجوا بمواقف فيها تناسق أكتر لو فيها اعتراضات على أشياء معينة يعني مثلا من قبل الأمريكان بخصوص أي حاجة اللي هي علاقة بالبيئة أو تقليل من نسبة الانبعاثات الحرارية اللي بتطلع من عندهم فساعتها بيكون دي فرصة كويسة للزعماء وبالذات ألمانيا وأهمية البيئة بالنسبة لألمانيا أن يتحاول تأثر على الزعماء الآخرين من خلال الآلية غير الرسمية للتنسيق اللي هي مجموعة الدول لكن هذا التنسيق لربما يمكن أن يتأتى من خلال صفارات هذه الدول بين بعضها البعض أو شيء من هذا القبيل لماذا كل هذا التحدي الأمني وهذا الإهدار لملايين اليوروهات كما يقول المنتقدون هل تنظر إلى ذلك أو هل يمكن أن تقول أيضا بأن ذلك فيه إهدار للمال خاصة لما نعلم أن تكاليف القمة تقدر بـ 360 مليون يورو صحية ده طبعا نقد مهم جدا وأنا عجبتني المقولة أن بيحاولوا يحلوا مشاكل القرن الـ 21 أو فيما معناه يعني بنفس أسليب وسائل الماضي بالنسبة للتكلفة ده شيء جديد يعني ابتدى من قمة سياتل ومن القمة اللي كانت موجودة هنا في ألمانيا في 2007 أغلب هذه التكاليف بتروح للشرطة يعني مثلا في قمة 2007 كانت التكاليف حوالي 140 مليون يورو 120 مليون يورو كانت تكاليف العملية الأمنية فقط ده نتيجة تزايد الاحتجاجات والمتظاهرين يعني المرة دي متوقعين أن يكون فيه 11 ألف متظاهر و17 ألف شرطي عشان يأمنوا القمة فطبعا دهت مصاريف باهزة فطبعا النقد دوت يعني نقد قيم من ناحية التكاليف ومن ناحية أن هي شيء مش هام وما بتساعدش أن هي تحل المشاكل لكن برضو ما نغفلش الجانب الرمزي هذه قوة عظمى وتحب تبين أن فيه تنسيق بينهم الجانب الرمزي في السياسة مهم جدا حتى لو تكلف كتير طيب سنتابع تقريرا نستعرض من خلاله وجهة نظر منتقدي عقد القمة والتكاليف المرصدة بهذه القمة ألمانيا مضيفة قمة مجموعة السبع تريد أن تظهر الجانب الأفضل لديها لذا فالصور البشعة التي يرفعها المعارضون للقمة غير مرغوب فيها ولضمان أمن قادة الدول السبع تم نشر نحو 25 ألف شرطي يفتشون كل حاوية قمامة حتى بالقرب من الحدود مع النمسا وتقدر تكاليف هذا الحدث الكبير بنحو 130 مليون يورو بل إن اتحاد دافعي الضرائب يتوقع أن تصل إلى 360 مليون يورو أموال كثيرة ونتائج قليلة يقول المنتقدون ما رأيك الطيب سعدوي في ما ورد في التقرير وفي الانتقادات المواجهة للقمة عموما على أساس أنها غير ذات جدوى على المستوى السياسي والاقتصادي في الواقع طبعا نحن تحدثنا على الفقر يعني 365 مليون دولار هذا ممكن أن نحل العديد من المشاكل في أفريقيا وأسيا دول السبع أو دول الغربية خلقت ما يسمى بالعولمة لتحكم أكثر في العالم في المشهد السياسي وفي الاقتصاد ولكن على ما يبدو انقلب السحر على الساحر وظهرت تحديات لم تكن تتوقع حيث استفادت دول أخرى أكثر من العولمة وأصبحت تقارعة سواء اقتصاديا وسياسيا ودول السبع تحاول الآن التنسيق بين قوسين لإجهاض كل مصاري يمكن أن يجعل هذه الدول الصائدة تأخذ قدر أكبر من الكعكة وبالتالي هذه التكتيكات هي التي تجعل أن هذه القيمة باهتة جدا وأن ما يسرف عليها في الواقع هو مخجل وبالتالي أنا أنضم إلى المنتقدين في هذا السياق هل تريد أن تقول بأن الغرض من كل ذلك هو تنسيق المصالح ومحاولة الهيمنة أكثر على مقدرات الدول الدول النامية بالتحديد وهذا أيضاً انتقاد يوجه لمجموعة السبع أنها مهيمنة على ثلث الاقتصاد العالمي وبالتالي سبب هذه الهيمنة سبب من أسباب تراجع الاقتصادات في العديد من الدول على الأقل هي لا تبالي اهتماماً بما يجري في الفقر وفي الدول الأخرى وبالتالي فيتحول فقط الحفاظ على مصالح خوفاً أن تفقد بريقها بعد صعود دول أخرى لا يهمها ما يجري مثلاً في آسيا وفي إفريقيا إنما الأهم كيف في النظام الاقتصادي الجديد أن تحفظ على مصالح الحيوية لتكون لها قوة عسكرية وكلمة سياسية وبالتالي لن تخسر شيئاً كبير هل تريد أن تقول بأن النظام الرأسمالي بدأ يتخلص من قيمه من القيم الأساسية التي أسست هذا النظام على الأقل في دول التي تنهج الرأسمالية الشريسة كأمريكا مثلاً نحن هنا في ألمانيا نعرف أن هناك ما يسمى بالرأسمال الإجتماعية وحتى في هذه القمة تحاول ألمانيا من تم أوروبا يعني الخروج أو على الأقل إيجاد حلول في شكلها الاجتماعي لمشاكل كالبيئة والفقر ولكن الدول الأخرى كندا واليابان وكذلك أمريكا لها رأي آخر في هذا المجال سنبقى في إطار الانتقادات دكتورة سلام أليس من الإجحاء في القول بأن الهيمنة تأتي فقط من هذه الدول وبأن هي مسؤولة عن كثير من الأزمات وبأنها تستغل مقدرات الدول الفقرة لكننا نجد أن هذه الدول هي الأكثر استعجالا لتقديم العون للاجئين لاحتضان لاجئين واستقبالهم لتقديم الغذاء للدول التي تعاني من الفقر في الحقيقة هي من جهة ما الصحيح هي من أكثر الدول في العالم التي تقدم مساعدات وتبعث بالتبرعات وما إلى ذلك ولكن أيضا هي جزء من استراتيجيتها حتى المساعدات التنموية هي جزء من ما يقال بالصفت بوا يعني على القوة الناعمة وهي تحل محل خليلا نقول الأدوات الاستعمارية القديمة في التدخل بالهيمنات وما إلى ذلك أنا لا أريد القول أن نعلق شماعة الذنوبنا كبلدان نامية على هذه الدول وأنما يمكن القول أن هذه الدول لن يجب أن لا ننتظر من هذه الدول أن تقوم بمساعدتنا لأنها إنسانية هي تنطل هي تتصرف وسياسة لديها تتم تختيتها على أساس مصلحتها الخاصة على أساس مصلحة السياسية والاقتصادية لها فنحن لا نتعجب من هذه يجب أن نتعجب من هذه المواقف ولكن يجب علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه الدول وكيف نستطيع أيضا نحن أن نقوم بدفاع عن مصالحنا الاقتصادية والسياسية ضمن هذا الإطار العالمي حضرتك ممكن تحكي أفضل مني على السياسة العالمية ولكن في السياسة العالمية هناك قوة كبيرة ونحن قوة صغيرة فكيف يمكننا كقوة صغيرة أن نستفيد من اللعبة العالمية بحيث أن نعظم المصالح تريدون القول ربما التعامل بأدوات البراجماتية السياسية لكن مع ذلك حتى في أكبر ملف الآن يهدد منطقة الشرق الأوسط هي تنامي نفوذ داعش ليس فقط في العراق وسوريا وإنما في شمال إفريقيا في ليبيا وفي مراقب أخرى هذا يهدد حتى الدول الغربية نفسها نجد هذه الدول هي التي انبرت لمواجهة التنظيم اسمح لي أقول نقطة واحدة على موضوع الفقر مثلا الفقر هو الذي أدى إلى وضع الحاضن الاجتماعية لمثل هذه الحركات الراديكالية مثلا وهم كيف تعاملهم مع الفقر يعني النقود التي يصرفوها لفقط مشاريع صغيرة كانوا يمكن نصرفها على موضوع الاستقرار السياسي تلافي مثلا الصراعات السياسية تلافي الصراعات المسلحة مثلا حركات مثل داعش أن يتم التعاون معها منذ البداية والتفكير استراتيجيا كيف ستتطور وكيف ستتعامل بالمستقبل كل هذه العوامل لو كانوا فعلا وضعوا النقود أو وضعوا المساعدات في هذا الإطار كان يمكن أن يصبح هناك تنمي اجتماعي واقتصادية بهذه البلدان بحيث أن لا تتطور بهذا الاتجاه الدراماتي الكلمة لك دكتور النظام الرأسمالي مبني على تناقضات والهيمنة مش صفة في دولة أو في جماعة الهيمنة شيء الجماعة بتعمله بناء على حجمها وقوتها في البنية يعني لو أن روسيا أو مصر أو العراق في نفس مركز أمريكا كان أعتقد في ظل وجود النظام الرأسمالي بتناقضاته ما كانش فيه مفر غير أن هما هيمرسوا نفس نوع الهيمنة اللي بتمرسوا أمريكا دلوقتي إذن هذا سلوك بشري هذا سلوك بشري وسلوك وطبيعة في تكوين النظام العالمي اللي موجود حاليا بالنسبة للعولمة أنا ما أعتقدش أن الدول دي هي اللي بتقريت العولمة العولمة آلية أكبر من الدول دي وشيء ذاتي التكوين لكن طبعا بتتفق مع ما قولت أن كان ممكن يتم إدارة العولمة بشكل أفضل عن طريق توزيع المصادر لمعالجة الأضايا اللي فعلا لازم يتم معالجتها اللي تم البشرية ككل لكن برضو نرجع نفتكر أن لو إن الدول والمجموعات بتمارس سياسات سليمة ما كانش حصل إنهيار للإمبراطوريات هذا شيء طبيعي كل إمبراطورية كل دولة عظمة نتيجة التناقض الذاتي اللي موجود داخلها بيعملوا سياسات بتؤدي في النهاية لإنهيار هذه الدول فهذا شيء طبيعي في حركة التاريخ قبل قليل تحددت طيبي وقال بأن هذه الدول تتعامل مع أزمات العصر بأدوات تقليدية صحيح تماما البعض ينتقد مجموعة السبع أيضا في كونها بعد الربيع العربي رجعت للتعامل مع الأنظمة الدكتاتورية رهانا منها على ما يعرف بالاستقرار الخاطئ أو السلبي هذا ما يمكن أن نطلق عليه إنحراف إدراكي هذا ينم عن الجهل بحركة التاريخ وينم عن الغطرسة والعنصرية في التعامل مع الشعوب لكن برضو بيعكس شيء مهم جدا حضرتك زكرتي مش ممكن هيكون حد يحترمني أكتر ما أنا بحترم نفسي ولو أنا كشعب ما عنديش احترام لذاتي ولو القادة بتوعي ما عندهمش احترام ليا كشعب بيعملوني كعبد عمر ما العالم هيحترمني إذن بالآن شاهدنا استقبالا لميركل لي رئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبالتالي البعض قال بأن تغليب المصلحة الاقتصادية على الحريات هل هكذا تسير الأمور أنا أعتقد أنه هي مسألة اقتصادية يعني موضوع السيسي تحديدا عندما كان مرسي رئيسا كان هناك أيضا يعني خطوة من الناحية من القيادة الألمانية أن تدعو المرسي والآن أن أصبح السيسي ويريدون دعوته يعني أنا أعتقد هذا خطأ دبلوماسي وسياسي كبير لأنه أولا إذا يراهنون على الاستقرار التي حضرتك حكيت حنو عن طريق السيسي فهن لن يستطيع يعني لن يحققوا ما يقصدونه وثانيا يعني هو بالتالي لماذا والاقتصاد المصري بدأ الآن يتعافى يتعافى ولكنه يعني الاقتصاد المصري هو يعني متكئ بشكل كامل على المساعدات الخليجية يعني هو ليس متعافي من قدرته الحالية يعني من الديناميك الداخلي هل هذا رأي الخبراء خبراء الاقتصاد الألمان طبعا هو الرأي الخبراء الخبراء الألمان هناك كثير من الخبراء الألمان الذين يرون أنه من الخطأ استقبال السيسي والمراهنة على قدرته وعلى يعني تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر ولكن الدبلوماسية السياسية المصارحة السياسية لسبب أو لآخر قادت إلى دعوته للأسف طيب على كل حال المصالح العربية مصالح الدول العربية مرتبطة ارتباطا مصيريا بمجموعة السبع هل تعتقد بأن تم تخلل في أدوات التعامل بين الجانبين وبأن المنطقة العربية لا تستفيد كثيرا من هذه القوة الاقتصادية لمجموعة السبع هي اختلالات كثيرة الدول العربية تستفيد فقط من الجانب الأمني عن طريق استشارات والحفاظ على بعض يعني التكوينات الأمنية أما في ما هو حيوي استراتيجي لا أظن أن هناك استفادات بل لديه فقط تعقيب صحيح أن كل هذا مرتبط بالمواطنين والقادة العرب ولكن هذا يأتي من هذا العالم الذي يتباهى بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان يعني أنا أتكلم على ميركل وألمانيا وكذلك دول السبع إذن هذا شيء مخجل في الواقع طيب هل غياب روسيا يعني مصيري وسيؤثر سلبا على مجموعة السبع وعلى أدائها مستقبلا باختصار لو تفضلت بكل تأكيد النتائج ستكون باهتة والتأثير سيكون كذلك باهت وهذا مع دكتورة أنا أعتقد أنه غياب روسيا سيكون فقط مؤقت وستعود مرة أخرى يعني حسب دكتور أحمل أنا أعتقد ذلك أعتقد يعني ما تفكر مع الدكتور إذن روسيا ستعود بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن المتابعة وأشكر ضيوفي هنا في السوديو على أمل اللقاء بكم في مناسبة أخرى حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة